اشتركوا في القناة ووصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصائد أوضح المستشور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرسالة تتضمن الطلب تقديم مصر دعمها للمنساء الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القرية بين التجمعات الاقتصادية السلاسة الكوميسة شرق إفريقيا جنوب إفريقيا لا سيما في ضوء أن اطلاق الاتفاقية تم بشرم الشيخ عام 2015 كما أن مصر من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية وكذا رئاسة مصر الحالية لتجمع الكوميسة أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد تطلع المتبادل لتدعيم العلاقات السنائية وتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين كما أكد سيادته الدعم الكامل لمسعى الرئيس الكيني فيما يتعلق بجهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القرية السلسية التي من شأنها أن تصهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وزيادة معدل التكامل الاقتصادي بينها